أو النظر لداخل النادي الأهلي الأهلي عايز أقول لحضراتكم أن نروح لكرة القدم الأهلي رغم أنه راح لمدة أسبوع من بعد مباراة الجون الأخيرة في الدوري لكن اسم النادي الأهلي لا يزال يتردد عالميا نعم إسلام بقى ما تقعدش تعملين فيها أن أنت والأهلي عالمي مش أنا والله حضرتك أنا راجل بنقل الحقيقة أو بنقل ما قيل عن النادي الأهلي هذه الأيام واللي قال كده موقع عالمي أو بلاش موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أعلن عن وجود النادي الأهلي في المركز الثالث لأفضل أندية العالم لأفضل أندية العالم خلف ريال مدريد الأسباني ومنشستر سيتي الإنجليزي أهو زي ما حضرتك شايف كده ده تصنيف من 1 نوفمبر 20-23 20-22 أنا آسف لـ 31 أكتوبر 20-23 زي ما هو مكتوب كده تصنيف ده بالنقاط يعني ايه بالنقاط؟ النقاط دي مهمة جداً لأنه عندما حصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن حصل عليها بالنقاط مش بالبطولات بالنقاط فالتصنيفات دي التصنيفات دي لما بتكون وفقة للأقام بكلها مدلول واضح واضح ايه هو المدلول ده؟ النجاح وأن الأهلي دائماً ما يكون في الرياضة بالمناسبة النقاط في كل الاستفتاءات أو التصنيفات الجيدة أو المحترمة أو بتاعة الفيفا عموماً كلها بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على تراكم النقاط وليس عدد البطولات فالتصنيف الشهري مثلاً بيبقى ايه؟ ترقم عدد النقاط لكل منتخب أو لكل فريق أنا بس حبيت دبا بنقصين عشان ما يقال في موضوع نادي القرن موضوع دا منتهي يعني ولكن يعني لو فكرت حضرتك شوية ورجعت للتاريخ في آخر 20 سنة على الأقل هتلاقي على صعيد كرة القدم أنا بتكلم بقى في مصر مش هتلاقي غير النادي الأهلي اللي بيتردد اسمه عالمياً في مختلف المواقف سواء كاس العالم للأندية أو أي تصنيفات تخص العالم أو حتى المنافسة على الأكثر تتويجاً بألقاب قرية على مستوى العالم أو في التكريمات العالمية اللي بيحظى بها النادي الأهلي دائماً ما يكون وسط أكبر الأندية في العالم ريادة النادي الأهلي مش من فراغ ريادة النادي الأهلي نتاج لعمل متواصل ولمجالس إدارات متعقبة بيحكمها تقاليد ومبادئ النادي الأهلي والتقاليد ومبادئ النادي الأهلي دي جوه سيستم النادي الأهلي اللي بيخلي كل من ينتمي إلى هذا الكيان يبذل كل جهد علشان يرفع اسم النادي الأهلي عالياً وبالمناسبة الكلام اللي أنا بقوله ده مش في كرة القدم فقط ولكن ده في كل الألعاب كل الألعاب وحتكلم في بقية الحلقة عن أجزاء عن ما يحدث في كرة اليد مثلاً وما يقاله هذه الأيام عن كرة اليد ولكن كل اللي بيقوله دلوقتي أن هذه الريادة ليست من فراغ العمل المتواصل بيكون نتيجته في النهاية هي النجاح وبمناسبة النجاحات ترجمة نانسي قنقر